واتكلمنا على فكرة المنصة الاستثمارية المشتركة ما بين البلدين والعائد اللي ممكن يعود علينا جميعا بالنفع وممكن إزاي تكون بتستقطب كمان رؤوس أموال أجنبية هل ممكن تكون المنصة دي جذبة بهذا الشكل يا سيد محسن؟ وأكثر من كده لتأثباب واحد جودة الأصول اللي انت بقدمها خلاص دي مستوى مرتفع تماما لأن انت من بتقدمش أي أصول السندوق السيادي لما اتعمل كان فيه عمليات انتقائية شديدة جدا للأصول اللي مصر هتدخل بها شراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي فدي أول نقطة انت عندها جذبية السماية كبيرة فيها اتنين ودي النقطة الأهم بقى عندها خلال الفترة اللي فاتت نوع من أنواع الرغبة الشديدة جدا من جانب قطاع كبيرة على مستوى العالم إنها هتدخل للاقتصاد المصري لكن من خلال شراكة مع كيان خاص بالدولة أو تابع للدولة بس بيعمل كمان وفقا لمعاييه اقصادية عالمية مش وفقا لمعاييه فيها بروقاتية ثلاثة إن الاسمارات اللي هتهرب على مستوى العالم خلال الفترة أو اللي هربت خلال الفترة اللي فات بالإضافة كمان للاسمارات اللي هتهرب خلال الفترة اللي جاية في 2020 هتبحث عن ما لذات أمنة من المشكلة هتهرب منين لفين لا دي هتهرب منين من عشرات الدول الاتحاد الأوروبي أكيد في اسمارات هتخرج منه بريطانيا بالذات هيخرج منها اسمارات كتير جنوب شهر آسيا في بعض الدول اللي اعتمدت بشكل رئيسي على إن أنا بس بصدر بنتج للتصدير زي فيتنام وطايلاند هتواجه صعوبات كتير الناس هتبدأ تبحث عن فرص من نوع خاص فرص في أسواق كبيرة بتعتمد على استلاك محلي عندها فرص لنمو عندها معدل نمو قوي عندها اقتصاديات تقيلة عندها فرص للزيادة كل المجموعات دي هتبدأ ضواء عليها مصر اختارت توقيت منائم جدا لده استعدين احنا للأمور دي كلها حكون قمين معاك انت من سنة تقريبا بدأت ان انت تدرس هذا الملف بكل أبعاده هذا الملف فيه صعوبات مش بسيطة وفيه عدد ليس بالقليل من النقاط اللي فيها تحديات بالنسبة للإقصاد المصري واتصور كمان ان الفترة الجاية الأمور مش هتمشي فيه إطارها التقليدي بل بالعكس انا اتصور ان احنا هنبدأ ندخل الفترة الجاية في بعض التحديات الإقليمية الأكبر دلوقتي خلي بالك ان انت وجود موجة تانية من الربيع العربي بتكتاح النهاردة عدد كبير من الدول العربية مخلي النهاردة فيه حالة من حالات الرغبة فيه ان الاستمرارات تكون في الدول المستقرة سياسيا وقصدية وتقريبا ده مش متاح غير في 3 او 4 دول على أصول مصر وده أمر مهم قوي احنا الفترة اللي جاية بنروج لنفسنا في جذب الاستثمار وفي النمو خلال الفترة اللي جاية بخمس حاجات احنا مستقريري احنا الدولة الأقصى استقرارا سياسيا ونمتلك نظام تشريعي قوي بمؤسسة برلمانية جيدة اتنين عندنا استقرار أمني بشكل كامل تلاتة عندنا بنامج إصلاح اقتصادي نجح بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت وقدر انه يحقق بالفعل استقرار اقتصادي قوي بالنسبة لمصر أربعة نمتلك من مصادر التمويل الكثير حجم الأصول في قطاع المصرفي ضخم خلال الفترة اللي جاية ومصر بتمتلك الكثير من الأصول والفورة الاستثمارية خمسة مصر لديها رغبة صادقة في تنمية القطاع الخاص وفيه ادشاء شركات بالنسبة لي مع وجود بنية تشريعية محفزة للأستثمار انتطورة تعمل ده ترجمة نانسي قنقر